حلو قوي دي، الرجالة اللي تقعد في البيت وتستنى الستات لما ترجع انت جيت؟ جيت امتى؟ ملطوعة ياخ تبقى ليس ساعتين قاعد في البيت مستنى سيادتك وتلفونة مقفول لإيه؟ آه، قفلته، بصراحة ما حبيت سيزن التلفون وكل شوية رن رن وانت بصراحة نازل رن 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 في إيه؟ ما تهدأ عن نفسك شوية انت قفلت التلفون لما لقيتنا أنا لو بتصل؟ آه، أضحك عليك يعني، قفلته، مش عايزة واجع الدماغ بقى وصداعه أنا أعدى مع أصحابي وانت خلي بالك بعد كده، لقيتني ما ردتش عليك من أول مرة خلاص معات الشيزن وتعترين كتير كده لا حلو قوي دي، والله العظيم هتعليمين عمل ايه ومعملش ايه هو وفاية يا بنتي، انت قلبت الادوار ولا ايه؟ هو أنا الستة وانت الراجل والله احسبها بقى زي ما تحسبها، المهم مش عايزة اضضع واجع الدماغ أنا دخلة بقى ارتاح جوا شوية كده على السرير أموانا هتفح انشاء الله النهاردة ما تطفح لتطفح وانا مالي هو وفاية يا بنتي، وأنا جايبك هنا يعني منظر في البيت ولا حاجة؟ فين الغداء اللي هاكله؟ والله عندك في التلاجة شوية جبن ولانشون وحاجات مندي كده، طلعها وقعد كله لا، ده كده بقى ما يستكتش عليها بقى الوضع اللي احنا فيه ده؟ وفاية يا بنتي، انت بالك معوجة علي كده ليه؟ ايه، بتزعق ليه كده وصوتك علي ليه؟ ايه بتزعق لبنتي ليه؟ وانت دخلت بيتي كده كده ازاي؟ ودخلت منين؟ ايه يا ابني انت تباتف عليك ولا ايه؟ انت نفس ان العمارة ده كلها بتاعتي وانا انا اعطيك شقة عشان تتجوز فيها بنتي، ولا انسيت يعني؟ لا يا سيدي ما نسيتش، بس تدخل ازاي يعني كده تفتح بالمفتاح كده وتدخل، دبت المفتاح ده منين؟ وقال لي جبت المفتاح ده مني، المفتاح ده كان معي اصلا من الاول، من قبل حتى ما تسكن فيه، بعدين انت اصلا ازاي تزعق اللي بنتي يعني كده؟ ده بدل ما تبوس ايدك وشه وظهره وتحمد ربنا علي انت فيه؟ يعني يا عمي يردك كده، ايه يردك بنتك تخرج تتفسح مع اصحابها وتخرج، وتسيبني في البت كده من غير اكل ولا شرب، وحتى مردني عليها في التليفون تكنسل عليها، وقفلت موبايلها خلاص وريحت دماغها مني؟ طب انت اردك كده يا عمي؟ اه، ايه يرديني، اللي بنتي تعمله هي حرة فيه، عايز اتعلم مع اصحابها انت بترني عليها ليه؟ عايز منها ايه؟ ما ما تأكل نفسك ولا تشرب نفسك، هي خدامة لديك خدامة عندك في البيت ولا حاجة، لا ما تنساش نفسك، يعني انت رد كده يا عمي، رادي ومفصوط باللي هي بنتك بتعمله ده بدر ما تقولها عيب وما يصحش وجوزك، ولازم تحترميه؟ اه طبعا راضي، وإياك عدت تتعلي صوتك تاني على امراتك، سمع ولا مش سامع، صوتك ما يعليش ولا عدت عايز اسمع صوتك في البده خالص، انا بحب عد في هدوء، لكن الصوت العالي ده لقى ماشيك من العمارة، وتروح تعجارلك بقى اشقة بره وانت عارف اللي جار بره يا شكله عامل ازاي؟ وأظن يعني انت مجرب قبل كده ودورت وسألت، ماشي يا عمي ماشي، دخلي حبيبة بابا ريحة عصابك، وخدلك كده شوار ودخلي نامي وريحة عصابك كده شوية، ما مدقيش نفسك ايو يا بابا تصدق الواحد فعلا محتاج شوار، يهدي عصابه شوية كده بمية فترة كده، بدل الهم والغم اللي احنا فيه ده صدق بالله، لو عرف ان هو يا راجل انك هدي كده ومش فرفوش كده، مهما كنت جوزته لك عايزي عميلي فيها بقى يا بابا راجل، وكل شوية راحة فين جاية منين، وانا ما بحبش الخانقة دي خلاص انا شدت عليه، الروقة عصابك انت بقى، وانا طالع بقى البيت فوق ماشي يا حبيب، معلشي جبناك على ملأ وشك كده اه، قصدك دخل البيت كده يا فاجئة انت عادة بتعملي ايه كده يا صانت؟ بشرب كوب بيت الشاي حبيبت الشاي ايه اللي بتشربيه؟ ماما تقوم كده تشوف حاجة تعملها في البيت بدل ما انت عادة بتشربك ببيت الشاي، مش شايفان كنت نايمة؟ دخلت نظف المطبخ على مصحة؟ اه، نظيفة يا بنت عندكم، ادخل نظف المطبخ ايه؟ ايه يا نظيفة؟ هو انت كل ما تجلي ساعتين في البيت، مش عايزة تعمل فيهم حاجة؟ قومي قومي، قومي، اتعام وريك المطبخ والبلو اللي فيه تعالي انت عايزة يا بنت ادخل نظف المطبخ عندك؟ هو انا كلت فيه حاجة ولا عملت فيه حاجة؟ جوه في المطبخ فيه موعين ولا مفيش؟ ايه يا بنت فيه الموعين بتاعتك بتاعت الغداء بتاعك؟ طيب، ما تقوم تنظفيه ومش شربت كوب بيت الشاي ولا كوب بيت الشاي دي بلاش يعني، تفضلوا قومي يعني هو ده يا بنت اللي هيريحك؟ ايه انا بحب اشوف كده حولي كل حاجة نظيفة، ما بحبش اشوف المطبخ مكاركب، وطالما موجودة في البيت يبقى تدخل تنظفيه مش مطرح اكل ابنك ده ولا مش مطرح اكله؟ بس انت مراته يا حبيبتي، وانت مفوت تعملي الحاجات دي، انا جاي ادفعه الساعتين كده ومشي وخلاص، وانا جاي بات عندكو في البيت لا 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 بقولك ايه الهاري والكلام ده كله ما عندش كلام من ده، يلا يا حبيبتي يلا كده على المطبخ تعالي وراي حاضر حاضر يا بنت، شايفة؟ شايفة شايفة المطبخ عمل ازاي؟ مطرح كراكيب ابنك؟ ادخلي يلا نظاف كل الحاجات دي كلها ومش عايزة لها اي حاجة عن رخامة حاضر حاضر يا بنت، اللي انت عايزة، والله ما نعرف، ايه الجوازة الهم اللي انت تجوزتها دي يا ابني؟ حسب الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ، كل ده عشان ادوته للولا الشقة، شغلونا عندكو خدمين ماما، انت ايه اللي مقافك في المطبخ كده، ما بتخسيل الموعين ولا ايه؟ ايه يا سيد، مراتك، مش عاجبة ان انا قاعد اشرب كوبايتي الشاي بره، بتقول لي ادخلي نظاف المطبخ ومش عايزة حاجة عن رخامة معليش حاجة بقى، هتلاقها تعبانة ولا حاجة؟ وانا اللي فكرتك جايزة علانة وتقول لي بتخسل الموعين عشان تخرج تزعق لمراتك وتقول لها ازاي يوم بتقع بتخسل الموعين، جاي تقول لي معليش هتلاقها وراها حاجة، روح يا ابني روح الله يسهل لك ما تكبرش بقى الموضوع حاجة ده كلها يعني كان طبعوا كوبايتين كده وخلاص، فيه ايه؟ هتفضل يا ابني مزلول لمراتك كده لحد امتى، هو انت عاجبك العشة اللي انت عيشها ديت، هي الراجل وانت الست، انت لا تقعد في البيت وهي اللي تخرج؟ يا ابني، يا ابني مش نفعل عشة دي، حرام عليك، ده انت راجل وكانت كل يعمل لك ألف حساب ما معليش حاجة، ان كان لك عند الكلب حاجة، قل له يا سيدي يا ابني، يا ابني ما انت كان عندك شقةك شقة ايه بس يا حاجة اللي بتتكلمي فيها دي، الـ 80 متر الحق اللي احنا كنا عادين فيها، انت بتسمي دي شقة، شايف الشقة دي قد ايه؟ دي 300 متر انت حر يا ابني، اعمل اللي انت عايزه، لكن ما ترجعش يتلوم حد غير نفسك واحد بقى مش ناس بقى حكم ومواعز رح يا ابني ربنا يسهلها لك ويهدها لك ايه مالك يا حبيبتي، اقعد في القوضة كلا ليل واحدة؟ مفيش، مزاجي واحد كده وعايز اطلع اغير جوه مع اصحابي طيب، هقدم على اجازة من الشغل واخدك اخرجك كده، انا قضي يوم كده بره لا 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 لا، انا مش عايز اخرج معاك، انا عايز اخرج مع اصحابي يعني انا بقولك اخد اجازة من الشغل مخصوصة عشانك، عشان اخرجك وغير للجو، تقول ليه لا مش عايز اخرج معاك، عايز اخرج مع اصحابي اه المشكلة يعني، المشكلة المالك عايز اخرج مع اصحابي وغير جوه قضي ومن ثلاثة معاهم بره في العين السكنة لا دا انتهاب لو اتجننت بقى لا احترم نفسك وانت بتتكلم وصوتك ما يعلاش علي، ولا انسيت نفسك لا دا شكلت انت اللي انسيت نفسك، وانسيت ان انت متجوزة راجل، ليه حقوق وواجبات ومسئولية عليك المفروض تعمليها لكن انت بتقبرة دماغك، وعملة تخرج من هنا الهين الهين، ومفكرة نفسك لسه انسة، موركيش راجل تسأليه، وكل ما ارجع البيتها لكي مش موجودة اصلا في البيت وخارجة اه اه ها، هو ايه كمان ايه كمان، طلع طلع لجوك يلا خيرها نخلص، مش كفاية عليها مستحملة منطق ام هي جات غير مبارح، من يوم ما اتجوزت هي ام جات اصلا مستحملة ايه، وبعدين هو انت فين اللي مستحملة، لا انت لسه جاية من بر، منبرح كنت خارجة، هو انت بتقعد في البيت عصلا عشان تقولي مستحملة اه دالي نقص كمان، عاوزنا افضل قاعدة في البيت محبوسة بين اربع حيطان، وانت تخرج وتشتغل وتغير جاو وتروح في كل حتة وانا لا بقولك ايه، انا مش ناقص بقى اتنانة وقرف، وتعودت يرفين كل شيء بكلامك اللي ماليوش لازمة ده؟ ولا انا والله، روح بقى مع السلام، اه شوف بتعمل ايه ولا تعمل ايه، انت باوصي لي مودي والله مانك يا مام، مفي ايه؟ مفيش يا ابن، مفيش حاجة مش شكلك زعلان، هي برضو اللي ما تسمى دي زعلتك، انت يا ستهاني، انت يا ستهاني من اللي جوه نعم، نعم، عاوز ايه، وانا مش هخلص بقى لمنك ولا من امك، كل شوية تندهى علي تندهى علي انت عملتلها ايه وضيتيها كده؟ مهود ده ما كاما تسألها، انا جيت جنبها بش يا بنت الناس، انا قلتلك من اول الجواز، امي هام حاجة عندي في حياتي، واللي انا شايفه منك معاملة مش كويسة ليها عملتينيها وتزعائلها، وانا باجي عليها وقول ما عليش عشان البيت يمشي، لكن بالشكل اللي انت بتتبعيه ده، كده بتخريب البيت اه طبعا جيت، ودخلتي بيتي، في ايه، بتعالي سبكو بزعلي بنتي ليه؟ على بنتي تعبانة، ومش نقصة خوطة واجع دماغ منك انت امك وحنا كنا نقصينك لما اجيب امك كمان تقعد، انا حر في شائتي اجيب اللي اجيبه وامشي اللي ممشيه، انت ما تدخلش تاري في حياتي لا ده انت شكلك نسيت نفسك بقى، اللي نسى نفسه هو انت، اللي لدى لنفسه الحق ان هو يدخل بيتي بمفتاح عشان خطر هو صاحب العمارة واللي معاه المفتاح كلها هو انت انت يرديك بنتك اذا تزعى الام كده وتخليها من نايمة معياتها، حتى الامك تجي اخوها البيت هنا، ما تخليها عدد بيتها، واللي احنا فتحانها الصراحة هنا كل من هبه وده بييجي واللهم جاية بيتي ابنها، ما هاش جاية عندك في حياتك، لا ده انت ناسي، ناس ان الشقة اللي انت قاعد فيها ان هي شائتها انا ولو تفتكر ايام زمان ايام الخطوبة ما قلتلك يا عم انا عند شقة، قلتلي لا، خليها يابني عندك، انا عند شقة كبيرة ومطرح كبير، انا بنتي لازم تعيش في نفس المستوى، تعالى ويعيش فيها وهتبقى شائتك بالظبط وهتبقى بيتك، مش انت اللي قلت الكلام ده، ولا ماجل بات الوقتي، تقولي لا ده بتاعتي، ما طالما انت وبتحفظها على الامانة، طالما انت كل شوية تهدد بنتي كده وتزعالها وتبهدلها وتخليها ممزاجها يتعقق والله العظيم انا تعدت، تعدت بالنقم منه، كل شوية اهم ونكرت كده كل شوية نكد علي، ولو مش كفاية هو كمان لا يجيب لامه كمان تقعد معايا ربنا يسامحك يا بنتي، هو انا اصلا طلبت منك حاجة اصلا، لانا كل يام باجي البيت بلاكيش موجود، وبعمل نفس كبات الشاي وقعد على جنبه، ما بعملش نفس حتى في البيت انا مش حواري الوقت مع مامتك ومانيش دعوة بها خالص، الكلام معاك انت، انت اللي غوي نكد وعتنانك ما كنتش هتقدر، الضوارة اللي انت واخدها يبقى ما تزمناش، والله العظيم انت جبتها لها طبع من دهن، انا يا اخي ما عدتش عايز هو ايه بنتك دي تعرف تعيش ولا تعرف تفتح بيت، انت تعرف تخرج، تعرف تشتري هدوم، تعرف تحطي لي ملوكير وبديكير وتعميل لي الحاجات دي كل شوية راحل الكوفير راجع من عند الكوفير ومكياج برا البيت، لسو عودلي في البيت عودلي بجلبية وتلفلش عراها في البيت وتنسى انها متجوزة راجع لكن تخرجي في الشرق تخرج ع سنجة عشرة طب يا خاطر اما مش عدبات طلقها، وانت فاكر انا مش تكفيها بيدي وسناني، انا هتطلقها وأطلقها بالتلاتة كمان، دي واحدة ما تتعش معاها يا جالي قلت الزو وقلت القدم بتعملها مع عمي، وانا ما عنديش عجلة منها، ام يما، ام يما تعالي نروح بيتنا وعشان تبقى عارفة يا بنتي، الدنيا مش كلها فلوس، انك تاخد راجل تعتمدي عليه أحسن مليون مرة ما تاخد راجل معه فلوس وانا ابني زنت الرجالة، وكل في الحتة عندنا بيعمل له ألف حساب، لو جي هنا وطقطة شوية عشان خطر الدنيا تمشي وخطر يكون بيت وأسرة، مش معنى كده ان هو ضعيف لا، عايزة تشوف ابني روح تشوفه في مكان شغله، لكن كان هنا بيقولك طيب وحاضر وعايز رضيكي ومش عايز زعالك، دي حاجة تنية وانت طالق، طالق بالتلاتة كمان، ولا يمي، طالق بغرفة ستين دهية، وإحنا هيفرق معنا بكرة أجوزك سيد سيدو، يلا أخذ الشر وراح أيوة يا بابا، بس كده اسمها هيبقى مطلقة أحابتك بحاجة متعكيش، كل شيء اسمها ونصبه خلاص، وهو أخذ نصبه وغرفة ستين دهية زمان طبعا مودك بقى زي الزفت، بقولك إيه؟ عندك الفيزا جوه، خديها ونزل السهري مع أصحابك، وانبسط كده وفلفشي، وتوظف أي حاجة أهو الله يا بابا، بوظمودي خالص ولا يهمك يا حبيبة بابا أهو الله يا بابا، 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 بابا،